اصحاب الحلوية تامين مساء الفل او صباح الفل على حسب الوقت اللي بتشوفوا الفيديو فيه النهاردة هنعمل مع بعض دكور رمضاني مميز جدا 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 قبل ما ابدأ الفيديو اذا قلوكو بقري تراتي لا ننزلش فيديوهات بس فعلا نحشطوني جدا جدا يلا بينا نسوف الفيديو بتاعنا هو النهاردة عبارة عن ايه طبعا احنا عارفين ان عربية الفرن طبعا من الدكور رمضاني مميز جدا بس هو للأسف انتشر كتير قوي لكن النهاردة هنعمل مع بعض اعتارة عم شاكشك طبعا مش منتشرة وحاجة جديدة كده هنعملها النهاردة بليون الفيروز اللي انت شايفينه معنا ده بصي لو عندك كارتونة مستطيلة متأفلة يكون افضل آآ عشان حتطر ان انت طبعا انت وفضلت ايس كده بالصنطي وبالمقاسات لغاية ما تعملي آآ كارتونة كده متأفلة صغيرة يعني مستطيلة يعني اهوص كده انا طبعا كانش عندي كارتونة متوفرة اهوص طبعا ان انا امشي كده اخد مقاسات بالصنطي واقص ما عايز اقول لكم لازم كارتونة وردو تكون آآ نوحها متين عشان تستحمل معيك حبتدي بقى ان انا لزق آآ الشم آآ سوريا لزق العلبة كده كويس جدا بالشم وتكوني مسخناه كويس قوي عشان تسبك معيكي والشغل بتاعك مايفكش بعد كده انا كده خلاص كنت قفلت العلبة حبتدي ان انا اكسيها بقماش الخامية اللون الحلو اللي انت شايفينه ده انا اول مرة بجد اشتغل بيه بس بجد عجبني جدا حبتدي ان انا لزق بقى كده واشد القماش يومات قطريش الشمع قوي عشان خاطر ما مايبقاش مكالكع كده من تحت القماشة طبعا الزيادات دي حبتدي ان انا قصها آآ طبعا الغلطة اللي انا اغلطتها هنا ان انا مفروض كنت الاول طبعا هي قطعة من الكارتون آآ منفصلة كنت مفروض اغلفت كل قطعة كان هيكون احسن يعني فالو انتي هتعملي كده ازاي وحتبتدي ان انتي تقصتي كارتون اغلي في كل قطعة الافضل لوحدة. انا كده خلاص كنت اغلفت العلبة كلها لما عملتها اللي هي القاعدة بتاعتنا آآ بتاعت العطارة حبتدي بقى ان انا اقداري طبعا القماش اللي انا عملاه ده كله وبقطعة برضو من القماش والزيادة طبعا حقصه بمقص. مش حتني بقى في الخطوة دي ولا اي حاجة. انا حزق بس كده. والباقي انا مش هايزيه حقصه بالمقص. طبعا ما تحدوريش تهدري في القماش كتير لان القماش ده طبعا ايه? هينفعك برضو في حاجات كتيرة قوي. هقولك القصائص الصغيرة دي هتشوفي بها فكرة في نفس الفيديو هنا. واستمع الفيديو الاخر وهتعرف ان القصائص دي هنحتاجها معينا في كل حاجة. حت دي بقى هاقص كده زيادات زي ما قلت لكم كده. اه طبعا ان انتي تروحي تجيبي الحاجات دي منبارة او اسعار خيالية. اه هتلاقيها معدية المية مي جنيه او المية وخمسطين جنيه. اه وهي ممكن انتي تنفذيها بكل سهولة. حت دي ان انا اعمل حاجة كده زي رفو فوقيها. لو عندك كارتونة موبايل ممكن ان انتي تقصيها آآ بالطول كده. تمامية تقفليها نصين وتستغليها بس هتقفلي الجانب من الجوانب بتاعتها بعد ما تقصيه. لو ما عند جيش هتضطر ان انسي آآ تعملي برضي نفس الفكرة اللي انا هعملها دلوقتي. طبعا لو عملت كده زي قطعت كارتون. لازم تقضيه بالمقسيت عشان كله يكون قد بعضه وشغلك يكون نظيف وآآ فنش بتاعك يكون عالي. انا كده خلاص كنت اغلفت كل قطعة كارتون لوحدها. دي الفكرة اللي كنت بقول لكم كنت مفروض بدأت بيها التغليف يعني كنت بدأت الفيديو بان انا غلفت الكارتونة الكبيرة برضو اللي من تحت. بس دقيعة دي حاصل خير مش مش كلا. حبت دي بقى ان انا اقفل زي برضو. طيام. احط برضو الجوانب بتاعتها. وانت بتلزقي فواصل او حاجة زي كده تقطري في الشمع. لكن القماش ما تحاوليش ان انت تلزقي تحتي تقطري تحتي شمع كتير عشان ما الكعش مني. اهو بصوا. انا كنت خلوس كده قفلتها. قفلتها كلها. حبتزي ان انا ثبتها على القعدة بتاعتنا. طريقة دي. وهنا مش هحطها في النص. لا حرجحها لورا زي ما انت هتشوفه في الفيديو دلوقتي. يلا فكر كونسي كده بتتفرجي على الفيديو. انزلي تتلي كده. حط اللايك. ما تنسوهش لو انت امرة بتشوفيني. ما تبخاليش عليها ونضمي لأسرتنا. عشان نكبر ان شاء الله مع بعض. واشتركي في القناة وفع علي الجرس. عشان كل حاجة جديدة اعمالها. هتوصلك بازن الله. ما تنسوهش كومنتات كل حلو. حبتزي الفواصل بقى اللي كانت في العلبة اللي انا قفلتها من تحت او القعدة. حبتزي ان انا اقص فرانشة كده. اربع قطة. نقستهم طبعا متساوية عشان اداري بيها الفواصل دي. وبعدين بعد ما احط الاربع فواصل. هجيب الفرانشة. ولف العلبة حوالين داير. هتشوفوا دلوقتي. او انا حطيت الفرانشة الاول من الجوانب. هدين حط فرانشة من فوق. فوقيهم. عشان ما يبانوش اللي اربعا هم متوصلين. لكن لفيت الشريط كله ايه? مرة واحدة كده. كمان هحط فوق. اهو. على الرف اللي احنا عملنا. دي اعدان شيش طوق. نزقتها بالشمع. وهلف عليها. آآ الخيط الخيش. او لو ما عندكيش ممكن الفرانشة تلفية عليها. مفيش مشكلة. او شريط ستان برضو. ممكن تلفية عليها. آآ حبتزي ان انا هصبتها كده. ممكن انا هصبت هنا واحدة. وطبعا دي بتحتاج ان اخد وقت عشان تتصبت. فهه هصبتها واسيبها كده هوات عشان تسبق كويس واشتغل في قطعة الكرتون دي. دي قطعة كرتون عادية حجمها مناسب لحجم العلبة اللي معانا او القاعدة اللي معانا. صبت فيها الاربع عدان بالطريقة دي. هو الاربع عمويد اللي احنا عملناهم. اهو. ولفيت عليها برضو الفرانشة. حاجة هنا. عندك خيش بقى اي نوع خيش بقى بتاع دقيق اللي هو الشوال بتاع دقيق ده. ولو انت عندك قطعة خيش كنت شرياها او كده. حت دي ان انا اقفلها من الجوانب بالشمع على ظهرها. وبعدين اقلبها بالطريقة زي عشان تعمل زي شوال كده صغير. وحتمي كده اخد منه كده جزء واتميه على بره. ما شايفين? دي بقى القصائص اللي قلتلكم ما ترموهاش. حت دي ان انا بصو. اخذها كده. والزقها. بصوا اعملت ازاي شكلها بقى حلو ايه. هجيب الفايبر. لو بتعدي احشي بيه شوية لستغنن النمعينة ده. وحطي بقى ايه انواع البقوليات اللي عندك. حسب المتوفر عندك. طبعا عشان اضيع طويلة عم شكشك ايه? اي حاجة طبعا عندك اه انت ممكن ان ينشي تستغليات بتكتري طبعا شامعي فوق الفايبر كده. وبتبتزي ان انت تحط الفول للراسة صيفة بتلاقيه بيلزق على بعضه بيلزق جنب بعضه وفوق بعضه على طول بصه. اهو. اخدش وقت معنا خالص. هياخد برضو الجزء ده حاملها كده. طبعا انت مش بترصصي رص انت بتحطي كده بشكل عشوائي عشان تديه اه شكل الايه اللي شوية الفعلا وهو عند العطار. طبعا زي ورقة انا كنت اه طبعاها من على مكتوب طبعا عليها كده مدفول. لو انت بقى خطك حلوة او كده وعيز تكتبيه بخط ايدي مش مشكلة. انا عملت منها الشعرية ورقة اللورة. وعملت منها الحبهان وعملت منها العكس وعملت منها الماكارونا. اه عملت اه حمص الشام. بصوا عملت كزا واحدة. حاجي بقى. احط كده زي ما انتوا شايفين من تحت وفي النص بالطول عشان الزقه على آآ اه لانشيش الطوق اللي احنا نغلفينها. في خيهة الخيش. خلزق دي كمان من تحت. وهحط لها كده من الجنب عشان تلزق في الشوال اللي جنبها. كده ان انت يا ما تلزقيهم في بعض بتدعميهم كده مع بعض. بصوا انا خلاصة واكنت لزقتهم كلهم. تمام? حطيت واحد كده في الجنب. ولزقت بصوا. حتى لزق بين آآ شمع يعني بين كل شوال وشوال عشان يلزق مع بعض. آآ ده كده اللي هي الشخصيات الكارتنية. انا خطيت طبعا منها عم شك شك. الحط دي ان انا حط الشمع على العمويت اللي هي في الجوانب زي. وزي كلمة كنت طبعها برضو من على الكمبيوتر ولزقتها على فوق الجليتر لونه بصوصي كنت عايز احطها تحت هنا بصي لقيت شكلها مش حلو. فحطتها فوق احسن. ده كان كرسي آآ لعبة عند بنتي لعب المطبخ آآ اخدته رشيتو سبري حتى بصوا من تحت لونه بصي لونه كده دهبي عشان يلقى مع الدكور بتاعنا عشان يعني آآ عم شك شك لما يتعب كده من كتر البيع وكده والوقفة اللي هو وقفة دي وقد يريح الكورسي ده. شفتم دلعي يعني. دي طبعا الماكنة بتاعت الفوانيس آآ تقدرين تشتريها من اي مكان دي تمنها بيبقى اعامل آآ في ناس بتاعتها بتمانية جيني وفي ناس بتاعتها بعشرة جيني. دي بتنور وبتعمل صوتك. انا بصوا انا لزقتها من ورا وما ردتش هلزقها بصو بتنور بشكلها حلوة ازاي. ما ردتش هلزقها آآ غير من الجنب كده عشان لو الحجارة خلصت تقدرين انت تفكي المصمار السوانة ده وتغياري الحجارة. انا خلاص خلصت الفيديو بتاعتها النهاردة. اتمنى يا رب الفكرة بتاعت بتاعت النهاردة ودكور رمضاني بتاع النهاردة يكون اعجبكو. ما تنسوش بقى تدعموني باللايك والا كومنتات الحلوة اللي زيكو. لو بسه ما اشتركتوش نضموا يلا لأسراتنا دي عشان نكبر مع بعض. اشتركوا يلا وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. واستنوني في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة